نظارات Galaxy XR طبعاً شو هو الـ XR و شو فروا عن الـ VR والـ AR الـ XR هو شامل الاتنين نشوي حرفية من شوي عبارما جهزت الـ setup لصورتكم الفيديو عرضة سامسونج نظاراتهم الـ XR اللي هي حرفية Vision Pro بس نسخة الـ Android والأرخص اليوم يتحدث عن عامة 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 XR و AI تحدث عن Galaxy XR فخلونا نناقش أهم الأشياء اللي ذكروها فكرة وجود لـ AI جميناي معك بخلال رحلتك بلبسك هاي النظارة بكل التطبيقات حتى ألعاب الـ PC و بدون ما تكون عملية بتاخد وقت مجرد ضغطة زر قالوا جميناي يحكيلي عن هالمكان يلي بالخريطة يلي حنحكي عنها بعد شوي هاي جميناي بدي معلومات أكتر عن يعم يحكي عن نجوح الطاب بفيديو اليوتيوب هاد لايف انتم عم تتابع الفيديو قالوا جميناي كيف بدي حل أو اتجاوز هاي المرحلة بأي لعبة عم تلعبها و ماذا أفعل مع كل هذه المرحلة جميناي؟ يجب أن تقوم بأي لعبة جميناي طبعا هاي شي حقيقته المتعة بس ما علينا يعني زمان الـ 80 للـ 2000 حرفيا انت إذا علقت بلعبة مو قادة تتجاوز مرحلة معينة الشركات كان عندهم خط تتصل عليه بيطلع لك محترف اللعبة بيقلك بتقول له انه أنا مالي قادر تجاوز هاي اللعبة فبيقلك كيف تتجاوزها مثل نينتندو باور لاين تصل لهم بتقول له ما عم بدر أنقذ الأميرة اللي بماريو فبيقلوا لك كيف توصل فأنت هلأ المساعد معك يا 24 ساعة وبضغطة زر تعديل الفيديوهات والإديتينج صار له كونسبت مختلف أعلنوا عن بروجكت بولسري اللي عم تعمله أدوبي يعني نحن بالعادة بنعدل هاي الفيديوهات فهي عم نشوف فلات سكرين هلأ صار فيك إنه ببساطة إذا عندك تكست أو عندك أوبجيكت وفيديو مثلا فيه ثري دي أو فيه حركة كاميرا عم تدور أو شي فهاد التكست أو العنصر هيصير جزء من هذا الفيديو رح ياخد نفس الإضاءة تبع الفيديو رح يتأثر فيها ورح ياخد موقع جوه هذا الفيديو فإذا الكاميرا عم تتحرك بعيد عن هذا الأبجيكت فهذا الأبجيكت حيطلع لبره أضعه هنا كبير كبير وما هو جميل جدا هو أنه عندما أضعه جميع الأشياء التي أضعه هم جميع الأشياء التي أضعه هيك شغلة زمان كان بدها وقت كتير بالأفتر أفكت لحتى تصير وكمان حكوا عن ظهور كونسبة الأفلام التفاعلية يلي بتسمح لك تتفاعل معها وتحدد مسارها وعرضوا مثال عن فيلم بالفضاء شايفين كل شي بيبدأ بالفضاء وانشان هيك عمين الفضاء اشترك في القناة موسيقى موسيقى هدا الشي سيعيد تعريف الأطار الفريم للمخرجين المخرج بالعادة يهتم بكل شي سيطلع بالكاميرا الاطار الفريم عنده الفريم أهم شيء كل شي سيطلع فيه لازم يكون مدروس فما بالك أنت هلا عندك الفريم صار 360 درجة. فالمشاهد حرفياً قادر يتطلع بأي جهة جوة الفيلم اللي انت عم تسويه فحرفياً بدك تهتم بكل البيئة كام. طبعاً أهم شيء وجود البي سي لينك يعني ببساطة فيك تاخد هاي النظارة توصلها بالبي سي تلعب ألعاب البي سي عليها. فيك توصل عليها أي كنترولر فالمجال مفتوح بهذا الشي. فيه لهم كنترولر خاصين فيهم. فيك تشتريهم بشكل منفصل. طيب خلونا نحكي عن الماب هلا. الماب اللي هنن كانوا دائماً عم يرضوه حتى من أيام البروتوتيب كانوا عم يرضوه انه شوفوا نحن عنا هاي نيزة الماب اللي عم نشتغل عليها جوة النظارة تبعنا. فعرضوها أخيراً يعني حتى لما حطوا الإعلان أول شي يحطوه انه واحد هيك عم يطير بالسماء كأنه عم يروح إلى أي مكان موجود بالكرة الأرضية من خلال النظارة. شي رهيب فيه انه باستدام الاي اي بيحول صور المكان للثري دي. يعني مثلاً انت فايت على الكوفي شوب. هتشوفها ثري دي. جوة الماب. والاي اي اي اللي دائماً ملازم لك اللي اللي حرفين بتسأله اي سؤال عن المكان اللي انت حالياً فيه ورح يجاوبك. هاد الشي بساعدك لتخطط لسفره. فاعتقد اعتيادك على مكان قبل ما ترح له بيسهل عليك زيارته بدون مخاوف. مثل شعورو انه احنا منحس انه منعرف امريكا من ورا لعبة جي تي اي. عرفت يعني ارميني بهذا المكان. ما رح ضيع. ما عرف الطريق. انت هلأ العالم كله عندك يا ثري دي. جوة نظارة. مع الاي. ما عندك معلومات كتير يعني. الشي الاهم والاهم هي مو بس النظارة نفسها. هي الاندرويد اكس ار. نظام اندرويد كامير للفي ار والاي ار. والاكس ار بشكل عام. وهذا الشي اللي ممكن يخلي كتير شركات فعلياً وبشكل جدي تدخل منافسة في ار. لانه صار عندك اندرويد. مثل الجوالات اللي فيها اندرويد. وبيخصصوها بالطريقة اللي بتناسب الجوال تباعهم. فانت هلأ عندك نفس الشي لالاكس ار فتخيل كيف المنافسة حتبدأ. معاً سعره الف سبعمية وتسعة وث بسين دولار. اه تعتبر رخيصة لهذا النوع من النظارات. مو رخيصة رخيصة يعني بس وصلونا مليون سبسكرايبرز بنشتريها. فيديو المليون سبسكرايبرز. اشتريت نظارة اندرويد اكس ار. غالكسي اكس ار. اذا في شي ميزة بتعرفوها عن هالنظارة. انا ما ذكرتك تبوليها بطريقات لنسو اللايك وسبسكرايب. ولنشوف شو اخر تماعون مع هالنظارات.